أكبر تعاقد استثمار أجنبي مباشر في تاريخنا الاقتصادي ويمكن من هذا لهذا السبب أنا اخترت اسم أم بدايات الاستثمار العملاق الأول هل هذه التسمية صائبة ولا مبالغ فيها؟ ومعني مشكلة حتى قلت مبالغ فيها لا الحقيقة طبعا بعد ترحيب حضرتك وستدر المشاهدين يعني الحقيقة طبعا ما أعلنه دولة رئيس الوزراء أمس يعد محصلة ونتيجة طبيعية للجهود التي قامت بها الدولة خلال السنوات السابقة من خلال تهيئة البيئة والبنية التحتية للاستثمار وفي نفس الوقت كمان هو حق مكتسب للدولة المصرية باعتبار أن بها معطيات قوية ومعطيات الاقتصاد التحقية وبالتالي يوجد بها فرص كثيرة جدا وإذا كنا في خلال السنوات الماضية لم نستطع أن نسوق تسويقا جيدا لاقتصاد المصري والفرص والمعطيات والممكنة بالنسباله فجاء هذا الإعلان باعتباره أكبر مشروع أو أكبر اتفاقية تمت ما بين دولتين في الوطن العربي دولة الإمارات العربية ودولة مصر العربية وهاتين الدولتين تربطهما علاقات قوية وبالتالي هذا الموضوع يثير عدة أشياء أو عدة أسئلة أول حاجة رأس الحكمة وبالتالي رأس الحكمة هذا فرصة استثمارية كانت فرصة استثمارية ضائعة على الدولة المصرية والدولة النهاردة من خلال تسويق هذه الفرصة واكتشافها استطاعت أن تجذب قوة استثمارية وقدر من النبالة الاستثمارية كبيرة لكن هل رأس الحكمة الوحيدة في الدولة المصرية الإجابة أن هناك كثير جدا من المناطق التي توجد في الدولة المصرية يمكن تسويقها النقطة الثانية الحقيقة وهو معطيات الاقتصاد الوطني الاقتصاد الوطن النهاردة لما كدولة صرفت أكثر من 8 تريليون جنيه على بنية تحتية ما لم تستغل هذه البنية التحتية فهي تعتبر تكاليف غارقة إذن هذا الأمر يعد مكافأة لما قامت به الدولة السابقة النقطة الثانية الحقيقة وهو الدولة المصرية بها رأس مال بشر كسيف وبالتالي تعد أكبر مخزون استراتيجي رأس المال البشري في الموطن العربي وهي مصدرة رأس المال البشري لأوروبا والعرب وعليه فإن من مصلحة الدول العربية ذات الكسافة المالية والتي توجد لديها قدرة على الاستثمار المباشر أن تأتي للدولة المصرية باعتبار أولا رأس المال البشري الموجود فيها وهو رأس مال البشري مدرب واستطاعت الدولة أن تغير مفهوم التعليم خلال السنوات السابقة من تغيير إلى تكنولوجيا معلومات وتغيير زكاء اصطناعي وغيره وبالتالي هنا يعد تهيئة الأمر التالي تهيئة الموظفين والجهاز الإداري للدولة حصل تغييرات كبيرة جدا النقطة التانية كمان المواني والمواقع مصر الاستراتيجي من مصلحة الوطن العرب النهاردة ومن مصلحة الدول الخليج جميعها أن تستسمر الموقع والمواني التي قامت بها الدولة المصرية لأن رأس المال العالمي سيتحول إلى الدول الخاصة بنا لأن التضخم في دول أوروبا هو تضخم وصل إلى حد الزروة وهو تضخم ناتج عن استخدام موارد واستوظيف أصول أما التضخم في الدولة المصرية فهو كان ناتج عن سوء العرض وسوء إدارة الإنتاج معنى ذلك أن الفرص الاستثمارية في الدولة المصرية هي الحل الأساسي لاستثمار أموال الأشقاء في دول خليج في الدولة المصرية للاستفادة بما يتوافر في الدولة المصرية من معطيات وبما يتوافر إليها من موارد بشرية وبما يتوافر إليها من استقرار وسياسة الأمر الثالث والمهم جدا أن الدولة المصرية النهاردة لديها فرص كبيرة لكنها قد لم تستطع خلال السنوات السابقة أن تسوق هذا الفرص وبالتالي هذا القم الكبير اللي حضرت أطلقت عليه هو عبارة عن محصلة لجهود تسويقية نحن عايزين نهاردة نسوق اقتصاد الدولة نسوق ونرويج باقتصاد الدولة المصرية لأن أموال أوروبا وأموال العرب يمكن أن تأتي للدولة المصرية وأن الظروف العالمية كل من يراها على أنها مهددة نحن نراها على أنها فرص حلو جدا اشتركوا في القناة